الحجاج المغاربة ممنوعون من التظاهر وجاء في نص الخبر ألزمت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية الحجاج بالتوقيع على وثيقة تفرض على الراغبين في قضاء مناسك الحج التعاهد بعدد من الالتزامات ستحرم الحجاج الذين سيتبين التحاليل بيس اير أنهم مصابون بالفيروس ويتعذر عليهم السفر إلى الديار السعودية من المطالبة بإرجاع المبالغ التي أدوها باستثناء تذكرة الطائرة ويشير الالتزام المفروض التوقيع عليه مع تصحيح الإمضاء إلى أنه إذا تعذر أداء مناسك الحج لأي سبب من الأسباب فإن الحاج يتعين عليه إخبار منذوبية الشؤون الإسلامية والسلطات المحلية قبل العاشر يونيو الجاري ولا يحق له بعد ذلك المطالبة باسترجاع مصارف الحج ما عدا تذكرة الطائرة شريطة التعجيل بإرجاع تذكرة السفر إلى الشركة الناقلة في حالة الحصول عليها كما يتعين عليه التعجيل باسترجاع جواز السفر قبل إصدار التأشيرة كما يلتزم الحجاج وفقا ما أوردت الصباح بعدم التظاهر بمينا وعرفات وإحداث الشغى بطيلة موسم الحج ويتعاهدون في الالتزام باجتناب جميع الأعمال الدعائية من طباعة أو توزيع للمنشورات أو المطبوعات أو المواد الإلكترونية أو الصور أو تصوير الحجاج أو أي شيء آخر ونشر صورهم مهما كانت الأسباب وسبق لوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية أن حددت تكاليف الحج بالنسبة إلى الحجاج الذين سيقضون مناسك الحج تحت إشرافها في 63800 درهم ما اعتبروا عدد من الراغبين في قضاء هذه الشعير الدينية مبالغا فيه وحددت السلطات السعودية حصة الحجاج المغاربة في 45% من الحصة العادية ما يعادل 15392 حجا 10186 منهم سيلتحقون بالديار المقدسة بتأطير الوزارة والباقي أي 5206 حجاج عبر وكالات الأصفار السياحية وتعود الزيادة في أسعار تكاليف الحج إلى المصارف التي حددتها السلطات السعودية من أجل الإيواء والتنقل بين مواقع أداء هذه الفريضة وسيجد الحجاج الذين ستبين الفحوصات أنهم مصابون بفيروس كوفيد 19 أنفسهم محرومين من الحق في المطالبة بإرجاع المبالغ التي سبق أداؤها رغم وجود قوة قاهرة ممثلة في الإصابة بالفيروس